اشتركوا في القناة 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 برج التور بقى اهدى من الاول الجوزاء اخر السنة بس اخر ثلاثة شهور ابتدى يغير الخطة بتاعته ويفكر بنظرة تانية خالص والموضوع بقى اهدى عنده نوع عمال السنة الجاية ان شاء الله احسن عنده برج الجادي مفيش حاجة جديدة في حياته العزراء مفيش جديد برج الميزان كان فيه عنده فراء ومشاكل كتير طول السنة بس السنة الجاية حلوة قوي عنده برج الحمل برضه كان النص الاولاني كان احسن بكتير من النص التاني برج ناقص ايه تاني برج الكوس كان اخر ثلاث شهور برج الحياة عنده ابتدت تزبط بس برج الحوت المشاكل اللي كانت عنده ابتدت تهدى نوعا ما والامور هتتختلف في 2017 كده احنا قلنا كل الابراج طيب دلوقتي توقعتك ايه بالنسبة للسنة الجديدة عموما عموما فيه ابراج هتبقى عندها يعني انا شايفة ان كل الابراج تفكيرها اختلف تماما اوكي بقت فيه عندهم كلهم معظمهم وعندهم حياة جديدة بناس جديدة معظمهم قدوا دهروهم لناس كتيرة جدا قديمة في حياتهم عايزين كل يعني معظم الابراج عايزين اقلعوا العباية بتاعتهم القديمة ويلبسوا عباية جديدة كل الابراج يا سبيح معظم الابراج ده هيحصل فيها السنة دي بس على حسب زي ما احنا كده جينا قلنا الابراج السنة اللي فاتت كانت في ايه مشاكلها في ان هو يعني ممكن يبقى بورجة مثلا في اول السنة كويس وفي نص التانية مش كويس لا فخلينا نقول ان 2017 كل الناس هتغير من نفسها هتبقى في حياة جديدة بناس جديدة بشغل جديد تحس ان الناس خلاص زيئت جدا فزيئت من كل ما هو قديم كان في حياتها فبتدي له دهرها بس بقى في ابراج هتبتدي مثلا من اول السنة وفي ابراج هتبتدي مثلا في الشهر التالت في نص النص التاني في نص اخر ثلاث شهور على حسب البرج ولما يبتدي يفوق لنفسه من كتر يعني دايما عادة الشخص ما بيبتديش ان هو ياخد القرار ويتغير لان معظم العرب او المصريين او كل الناس ما بياخدوش الخطوة ان هم يتغيروا بسهولة بيبقوا متمسكين بالقديم حتى لو هو وحش دايما ماشيين بمبدأ اللي يعرفه بيبقوا خايفين يدخلوا في حاجة جديدة ما عندهمش الجراءة ان هم يخاطروا بدا بس فيه ابراج جريئة وبتخاطر فالأبراج الجريئة او القوي او اللي بتفكر هي اللي هتعدي دوت وهتبقى ماشية في حياة جديدة بناس جديدة زي ايه زي أبراج ايه زي أبراج ايه يعني عندك برج القوس عنده حياة جديدة يعني برج القوس من الأبراج اللي عنده هينسى كل اللي هو اللي كان شايفه السنين اللي فاتت دي على حياة جديدة بناس جديدة بأشخاص جديدة وفيه عنده مفجأات كتير بالأشخاص الجديدة عندك برج التور وبرج الميزان نفس الحكاية برج الميزان هيبقى عنده ناس جديدة وشعبية عالية جدا السنة الجاية هيعمل حاجات عمليا او تفكيره هيختلف تماما عن الفترة اللي فاتت وعنده طلوع فعنده هتبقى شعبية جمدة جدا بناس جديدة في حياته الوحيد اللي هو زي ما هو هنقول برج الحوت هو اللي هيرجع لناس قديمة كانوا في حياته كان هو بقاله فترة ما مش معاه ومش مع بعض كانوا في حياته زمان وبعد كده بعده عن بعض وحصلت له شوية مشاكل الفترة ديت وهو بعاد عن الناس القديمة ديت هيرجع تاني للناس القديمة ديت عشان دول اللي بيبقوا صند لي او هو متطمن وهو معهم اوكي نيجي البرج الجادي مثلا اول اخر 3 شهور بس الدنيا هتطبط عنده طول السنة عنده تردد وعنده شوية مشاكل برضه من تفكيره اللي هو حاطت نفسه جوا دايرة مش عايز يتغير اوكي برج الداله عنده حلو جدا برج الداله عنده شخصة هيظهر له في حياته هيبقى وش الساعدة عليه عنده جواز سواء راجل او ستة عنده شغل جديد حياة جديدة برج الحمل عنده شوية مشاكل في شوية حاجات في حياته مش كل الشهور عنده كويسة بس في عنده شهور كويسة وشهور هيبقى عنده فيها شوية مشاكل برج الطور عنده جديد في حياته وعنده خطة عاملها او كل المشاكل اللي كانت عنده الفترة اللي فاتت هتبتدي تثبت عنده بقى لها حلول الفترة الجاية اوكي لبرج الطور المشاكل اللي كانت عنده حلولها كلها تتحل في 2017 برج الجوزاء عنده حياة جديدة اوكي عنده طلوع بس من شهر اتنين وعنده شهر سبع وتمانية وتسعة حلوين جدا عنده حد جديد هيخش في حياته هيبقى وش السعد عليه برضو هيغير تفكيره وطريقته اوكي عنده صفر عنده شغل وعملان عنده طلوع اوكي سرطان هو شوية الدنيا مش هتبقى زبطة معاه غير من تدقى شهر تسعة هتبقى تزوط معاه الاسد عنده طلوع عنده بالنسبة للاسد سنة الجوازة عنده الصنة دي بنسبة كبيرة جدا طب ناخد التليفون دي يا سبي معنا ام كريم قالو ازاك يا وستاذة هالة ازاك حبيبتي عاملة ايه وانت طيبة يا حبيبتي سلم عليك انا بس اذنك عندي تلات ولاد بس ممكن فضلي اول واحدة تلاتة وعشرين تلاتة ستة وتسعين منت حاجة الدراسة والارتباط الياريت يعني طيب والتانية التانية واحد خمسة سبعة وتسعين ولد بضل الثالث اربعة وعشرين اربعة الفين اربعة وعشرين ولد برد ولد او طيب حاضر يا ام كريم شكرا لبني يا حبيب العافو تحت عمرك اول واحدة تلاتة وعشرين تلاتة بنت تلاتة وعشرين تلاتة بنت الحقيقة هتبقى تثبت عندها من شهر سبعة لكن خلينا نقول ان اول الجزء الاولين من سنة 2017 خليها يعني الافكار هتببرتبة اكتر من كده ان هي السنة اللي فاتت ديت كان عندها شوية مشاكل كتيرة جدا او تلاتة سنين اللي فاتوا هي ابتدت تتغير فعليا اخر شهرين من السنة دي تفكيرها قبلت ناس قديمة في حياتها هي اتغيرت بس لسه عشان المشاكل اللي كانت في حياتها كانت بقالها مثلا من 2013 فاكيد ما فيش مشاكل من 2013 لغاية 2016 هتتحلم بين يوم وليلة طبعا فهتاخد حوالي اول ست شهور من السنة الجديدة طيب واحد خمسة واحد خمسة عنده صفر عنده حياة جديدة عنده ارتباط جديد الفترة الجاية عنده طلو حلو جدا عنده حاجات هو كان بيفكر فيها مش هيتخيل ان هو ممكن تتحقق 2017 طيب و24 24 برضو طور بس هو حمل طور الحمل هيأثر عليه شوية فان هو يتأخر لان هو اول عشر تيام لان لما الحمل عنده شوية مشاكل شوية يعني فيه شهور كويسة وشهور مش كويسة فهيأثر عليه فان هو طور بس واخد من الحمل طيب فيه تسعة وعشرين سوري تسعة اتنين راجل وستة وعشرين ستة بنت تسعة اتنين راجل كل ما يجوا يعني يعملوا مناسبة لارتباط يحصل اي مشكلة هما الاتنين هي هو تسعة اتنين تسعة وعشرين اتنين هو تسعة اتنين هو دلو وهي حوت هي برضو بس دلو حوت دايما لما بيكونوا الاتنين في شهر واحد او برج واحد بيحصل لهم شوية مشاكل ما بيبقوش سلكين يعني بتحصل افلك بالزبط ما بتبقاش الامور ماشية زي ما بيكونوا مختلفين من برجين مختلفين طيب معنا شايماء هلو هلو هيا شايماء ازاك يا مادام هل ازاك يا حبيبتي عامل ايه وانت طيبة يا قلبي وسلميلي على مادام سادي اهل سلم عليك طيب ممكن اعرف بس برجي وبرج جوزي تفضلي فن طيب كام انا اه تسعة احداشر ايوة وجوزك اه تمنتاشر اربعة اوكي طيب وممكن ابني بس تفضلي اه ستة وعشرين اتناشر اوكي طب معلش معلش سبعة وعشرين سبعة وعشرين حداشر اه لا ولا يهمك سبعة وعشرين حداشر ايوة اه وبنتي معلش تفضلي اه ستة تسعة اه ستة تسعة وابني بقى صغير معلش كم اه ستة تلاتة طب اوكي شكرا يا جمهات شكرا يا جمهات العافحة بي تسة وعشر بنتها هي هي اوكي تسة وعشر هي برج العقرب السنة دي مكنتش لطيفة عندها خالص بس السنة جاية الامور زبطة عندها لبرج العقرب هيبقى في عنده طلوع بس عنده سر برج العقرب هيكت يعني فيه سر في حياته هيبقى يعني هيتعرف لبرج العقرب فيه سر في حياتهم هيتعرف في شهر اتنين او تلاتة كل شيء انكشف ان مبانا اه وهم عندهم تحديات في 2017 اه عندهم افكار بيفكروا فيها ومكررين ان هما تتنفذ هتتنفذ اوكي عندهم طلوح وعندهم نجاح هما مش هيصدقوا اللي هيشوفوه في 2017 من نجاح وطلوع ان شاء الله 18 اربعة جزة 18 اربعة حمل برج الحمل السنة دي مش هتزبط معه شوية يعني فيه شهور هتزبط معه وفيه شهور مش تزبط معه يعني في النص الاولاني نخلي مثلا من شهر اثنين لشهر ستة الدنيا مش زبطة عندهم اه وهم قريدي في شهر اخر حداشر واثناشر كانت الدنيا بايزة يعني كانت الدنيا قبل كده حلوة جدا عندهم جي في اخر حداشر وشهر اثناشر مش زبطة عندهم وواحد هتزبط شوية بس هيجوا في اثنين لشهر ستة هيبقى هما في عندهم تردد وعندهم مشاكل يعني هما دايما التردد اللي هما فيه هو اللي بيوصلهم لمشاكل اللي هما فيه طب سبعة وعشين حداشر سبعة وعشين حداشر واحد ولا واحدة واحد اه لسه كنت بقول من شوية اه هو كده بورج الكوس سبعة وعشين حداشر بورج الكوس بس ياخد من العقرب شوية لا سواء عقرب او كوس البرجين عندهم اه اه طلوع وعندهم مفاجآت مش يعني هما مش يصدقوها طيب طمانتاشر كان كل السنة ما شاء الله عليها يعني طمانتاشر تسعة طمانتاشر تسعة راجل ولا ست راجل اوكي ده بورج العزراء بس رايح ناحية الميزان شوية انا بقوله ان بورج العزراء مش هيبتدي الدنيا تثبت عندهم قلا من شهر سبعة بس بقول بحذرهم من خيانة هتحصلهم في شهر تلاتة او شهر اربعة من الناس قريبة منهم اه خيانة مؤامرة عليهم في حاجة هتحصلهم هتفاجئهم من حد قريب منهم طيب مين تاني مجد؟ عشرين اتنين راجل عشرين اتنين بورج الدلو بس رايح ناحية الحوت هو الايام الما بين الاتنين انا سبعة وعشرين اتنين سبعة وعشرين اتنين هو حوت بس عشان اول عشر ايام واخد مدلو الدنيا هتثبت عندهم بس انا برضو بقول ان هما لازم يعني ياخدوا رأي الناس اللي بيفكر لهم في حياتهم لان هما بقالهم ثلاث سنين هما بيفكروا بدمخهم هما فالدنيا مززبطة خصا الفترة الاخيرة اخر شهرين من 2016 رجعوا لهم ناس قديمة كانت في حياتهم موجودة هما قلوا بياسوكوا فيهم فالدنيا هتثبت عندهم من ابتداء شهر سبعة لكن اول ست شهور الدنيا وقفة شوية سبعتاشر كم؟ سبعتاشر كم؟ خمستاشر حداشر بنت وسبعتاشر واحد بنت برضو سبعتاشر واحد وخمستاشر حداشر خمستاشر حداشر وسبعتاشر برج العقرب الاول هو خمستاشر حداشر عقرب السنة الجاية عندها الامور هتثبت بس زي ما انا قلت من شوية يخافوا من أسرارك هما في حياتهم يعني هتبقى فيها مشاكل حتة السر اللي هما مخبينه في حياتهم وهيتعرف ده هيبقى فيه مشاكل شوية في شهر اتنين وثلاثة واربعة على حسب كل برج هيجي امتى المشكلة ديت لكن بقيت السنة كلها عندهم كويس وسبعتاشر واحد سبعتاشر واحد دايما هو برج الجدي متردد شوية يعني دايما بيفكر الحاجة ويقعد يسأل ناس كتيرة تانية ويفكر تاني ويسأل ناس كتيرة فالدنيا مش هتثبت عندهم ألا من شهر تسعة طب اتنين وعشر عشرة بنت؟ اتنين وعشر عشرة هي ميزان رحة ناحية العقرب الأيام الما بين الاتنين السنة الجاية عندهم الدنيا زبطة كميزان يعني زبطة وعندهم جواز جديد عندهم مفاجآت بس ده كله هيبقى يعني الجواز الجديد اللي هيبقى في حياته دوت اخر السنة لكن خلينا نقول من أول شهر اتنين لغاية شهر ستة الدنيا زبطة عندهم جدا حلوة عندهم مفاجآت عندهم عمل جديد في حياتهم انتقال من مكان لمكان تغيير بالنسبة للميزان فالدنيا عندهم السنة الجاية هتبقى حلوة بس خلي بالهم من أول شهر سبعة لشهر عشرة الدنيا هتبقى ما ياخدوش فيها قرارات شوية لكن من اتنين لستة الدنيا زبطة وبعد كده هترجع الدنيا هتوضبط تاني مين مجدي؟ تسعة وعشرين حداشر بنت تسعة وعشرين حداشر دي كوس السنة دي لستة الكوس عندها الأمور حلوة جدا ستة الكوس راجل الجزء الكوس سوري عندهم الدنيا زبطة جدا عندهم حياة جديدة حياة جديدة في كل حاجة شغل جديد عندهم صفر عندهم جواز أخر السنة عندهم انتقال من بيت لبيت وانتقال من شغل لشغل السنين اللي فاتت دي كلها كانت بقى لهم كذا سنة في أمور صعبة جدا في حياتهم حتى هم يعني الفترة الأخيرة دي هتحسي ان هم مش مرحبين بالناس اللي كانت في حياتهم ويبتدوا بيتخلصوا منهم واحدة واحدة لكن السنة الجاية عندهم ناس جديدة وحياة جديدة ان شاء الله تب 23 عشرة 23 عشرة ده بنت دي ميزان برضو ميزان عقرب كان عندها انفصال في 2016 حصلها أكتر من مرة انفصال وترجع انفصال وترجع فهياخذ القرار بالنها تدي تهرها 2017 عندها الدنيا زبطة أكتر بكتير لسه كنا بنقول من شوية من أول شهر 2 إلى شهر 6 عندها يعني عمل حلو جدا في العمل الدنيا زبطة عطفيا عندها أخر السنة هتعرف شخص جديد هيغير مجرح حياتها هيبقى فتحة خير عليها هيبقى خير بالنسبة لها حتى هيغير تفكيرها هيبقى في سفر كتير في حياتها 2017 سبعتاشر سبعتاشر تلاتة بنت وواحد حداشر راجل اوكي دول المتجوزين يعني او مرتبطين مرتبطين ولا متجوزين ولا على وش سبعتاشر تلاتة هي حوت مرتبطين وفيه مشروع الجوائز هي حوت وهو عقرب الاتنين طبعا فيه بينهم توافق لأن الاتنين برج مائي وست الحوت هي من ستات اللي بتستحمل طبعا وعارفين عنها كده كويس اوكي بس صليكم فأنا في راجل العقرب لأنه هو دماغ وبتختاج مجهودة عشان تقدر تواجب معاه الاحداث الكتيرة اللي في حياته والزحمة بس هو برجة عنده سندي طوله وعنده نجاح كتير عنها هي شوية لأن دايما ست الحوت لما بترتبط بحد او تتجاوز اللي بترتبط بيه بياخد حظها هي والشاحل ودايما على اي راجل على اي حد ترتبط بيه طب عشرة عشرة راجل واثنين وعشرين تمانية بنت اوكي عشرة عشرة ده برج الميزان زي ما كنت بقول من شوية برج الميزان عنده احداث كلها فيها شهرة وشعبية جمدة جدا هتحصل له افكار كان بيفكر فيها الفترة اللي فاتت هتتحقق له هو مش هيصدق ان دوت هيحصل في حياته عنده صفر عنده ارتباط اخر السنة اوكي عنده شهرة عنده حدث هيعمله او حاجة هتتعمل في شغله هتنقله وهتشهره هو مش هيصدق ده في اخر السنة طيب اتنين وعشرين تمانية بنت اتنين وعشرين تمانية هي الايام اليوم الما بين الاسد والعزراء فخلينا نقول ان الاسد ممكن عشان هو برج ناري اقوى شوية من العزراء كبنت ترابي فيمكن يشدها ناحية الاسد شوية هي عندها جواز حد جديد اخر السنة ارتباط على شهر عشرة عندها شغل جديد هي ذات نفسها تفكيرها اختلف كلين وجزئيا قدت دهرها لكل اللي فات وبص بنظرة مختلفة فيه شغل عندها جديد فيه عروض هتتارد عليها من اول شهر اتنين وثلاثة فيه حاجاتها هتبدأ لاخر السنة العروض اللي عندها ده يعني مالية حياتها بقى فيها شغل كتير فيه زحمة هي ذات نفسها هتحس ان هي بقت حد يعني هي قعدة فترة كانت تحس ان فيه ركود الفترة الجاية فيه عندها نجاح وظهور وطلوع كتير ان شاء الله ستة سبعة راجل ستة سبعة برج السرطان اوكي برج السرطان بقوله فكر كويس بقوله بلاشت السربع في قراراتك لان السنة دي السرطان الدنيا عنده مززبطة شوية يعني فيه ايام هتبقى يعني النص الاولاني من السنة هو دايما تحس ان هو يعني متلغبط مع انه زكي جدا وبياخد كوارات سليمة جدا بس الغيره دايما مش لنفسه فخلينا نقول ان النص التاني من السنة هيبقى احسن برج السرطان من السرطان ستة عشرة راجل ستة عشرة برج الميزان برج الميزان خصوصا في الرجالة بقولهم ان السنة الجاية عندهم الحياة حلوة جدا اكتر من الستات في برج الميزان رجالة الميزان هتبقى السنة دي يعني فيه احداث هتحصل لهم هم هيتفاجئوا بيها بس برج الميزان السنة دي في الرجالة عندهم خيانة عندهم خيانة من من حد في حياتهم حد اخر السنة هيبقى فيه عندهم خيانة من من اشخاص مقربين ليهم طيب سبعة احداشر بنت وسبعة احداشر راجل يعني دولا من الشنين اه اللي اتنين في يوم واحد بساعت الناس بتفرح على فكرة يعني ساعات الناس متبقى فرحانين ان هم احنا لاتنين يوم واحد ونرتبط وبتاع فده حدث دي مفاجئة حاجة حلوة يعني ساعات بتفقلوا بيها بس هم مش فاهمين ايه اللي جوه اه ايه اللي جوه بقى السنة خليها نقول ان ست العقرة بعنادية جدا اوكي متسلطة اه لما بتحب بتبقى ضعيفة بس برضو طول الوقت مشغلة دمخة رجل العقرة ما بيحبش الست اللي بتشغل دمخة يعني بيحب الست اللي تبقى هادية لان هو بيحب بيركز في كل حاجة بيعملها فمش عايز دوشة مش عايز هدك اه فبيبقى عايز كل حاجة محطوطة في مكانها عشان يعرف يفكر عمليا لان هو تلت تربع وقته برجل عقرة في الراجل بيفكر في شغله اه هو بيدي كل حاجة حقها ما بيجيش على حاجة وشاطر في ده بس ما بيحبش الزن ما بيحبش الهدك ما بيحبش الاسئلة كتير فهي عنادية يعني هي شخصية قوية ودايما بتبقى متسلطة او دايما بتبقى عايزة اللي هي القرار اللي هي وغداها عايزها يمشي هو كمان اوكي معانا هادير من القاهرة ألو ازا حضرتك ازا كهادير كل سنة انت طيبة حضرتك طيبة ممكن اعرف اه انا وخطيبي هو سبعة وعشرين حداشر وانا تناشر اتناشر سبعة وعشرين حداشر واثناشر اتناشر حاضر هما الاتنين برج الكوس بس هي شخصيتها اقوى ست الكوس اقوى من راجل الكوس راجل الكوس طيب هادي بتحس ان هو عنده رضا غير عادي اه دايما بيرضا دايما بيجي عا نفس الشنير دي اللي حواليه هي شخصية قوية جدا بس هما الاتنين ما شاء الله حظوهم حلو والسنة الجاية اقوى الريدي عندهم يعني برج الكوس ست وراجل السنة الجاية عندهم اللي مرتبط او الخاطب في عنده جواز في عنده جواز وجواز بسرعة وفي عنده مديات حلوة قوي هتزهر له في عنده نجاح في عنده بيت جديد تم هما من نفس البرج يا سابي بس فاكرا لما قلتلك مرة ان اكتر برج محزوز في الابراج كلها هو برج الكوس ايوه ايوه لتنين حتى لو هما من نفس البرج اه ست وراجل الكوس اكتر برج في الابراج كلها نسبة حظ حوالي مثلا حاجة وتسعين في المية عم بقية الابراج كلها تحيس ان هو مرزق تحيس ان هو باكتج يعني مفيش مشكلة بيقع فيها لما ربنا بيحلهله اه وبعدين هو تحيس ان ست الكوس شخصية اقوى بكتير من راجل الكوس راجل الكوس تحيس ان هو بيشغل دماغه لكن ست الكوس بتعرف تنفذ جريئة الراجل الكوس ما بيحبش المشاكل ما بيحبش مش جريء يعني لو حصلت مشكلة تحيس ان هو يحب ايه يتجهلها او يعني يدي ظهره وربنا هيجيب لي حقيه شخصيتها قوية ام فانا بقول لبرجل الكوس ما شاء الله يعني سنة جاية حلو طب ايه اللي بعد الكوس حظه حلو السنة ان شاء الله مش بعد خلينا نقول ان مثلا في الابراج النارية الاسد والكوس حظهم حلو الحمل عنده شوية مشاكل في الابراج الهوائية الجوزاء والميزان والدلو التلاتة ما شاء الله عليهم حظهم حلو بس اكترهم اتدلو لانه عنده مفاجآت كتيرة جدا الجوزاء هيجي من شهر اتنين لغاية شهر عشرة واخر شهرين يخلي باله الجوزاء الميزان طول السنة عنده مفاجآت عنده حلوة جدا عنده صفر خصوصا ان هو كمان هيتعامل مع ناس جديدة برا مصر يعني برا بلده عادة يعني خارج البلد اللي هو قاعد فيها نيجي للابراج الترابية مثلا معنا مين يا مجديد؟ سلوة ألو 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 أيوة سلوة زي حبيبتي عاملة ايه؟ الله يخليك يا ربا انا كلمت حبيبك قبل كده ويا رب اشوفك في موسم جديد وبصحة وعافية ان شاء الله احنا وانت اللهم امين يا رب انا مش مصدقة اصلا ان انا هكلم مدام سادي لان هي الوحيدة في الابراج اللي بحس عندها حالسة كده بينها وبين ربنا يعني الحمد لله اه والله فربنا يبريك يا رب يا مدام سادي انا عندي تلات ولاد ربنا خليهم لي يعني يا رب عندي كريم خمسة اربعة واحد وتسعين وعندي مية تمانية اربعة اربعة وتسعين وعندي مية ستة اتنين ستة وتسعين طب حاضر اعرف بقى الافتباط ربنا خليك والمدة حاضر وانتي بعل في خير يا حبيبتي انتي بعل في خير شكرا خمسة اربعة خمسة اربعة ولد ولد الحمل لا السنة دي عنده 2017 يعني الدنيا مش زبطة عندهم شوية في برد الحمل طيب تمانية اربعة بنت تمانية اربعة برضو ما هو ستة اربعة وتمانية اربعة اه عندهم شوية مشاكل يعني هما دايما يعني مش اسكية في حل مشاكلهم دايما بيبقى عصبيين فما بيعرفوش يفكروا كويس في حل مشاكلهم طب ستة اتنين بنت ستة اتنين لا دي الحياة عندها مظبوطة جدا برج الدلو السنة دي في 2017 عنده حاجات كتيرة مفاجآت كتيرة عنده تحديات هو كان قريدي عنيد يعني برج طيب جدا بس هو طفل كبير عنيد شوية بس السنة دي عنده مفاجآت كتيرة عنده زواج عنده انتقال من مكان لما كان عنده صفر عنده راجل هيخش حياته او ستة هتخش حياته هيبقى وشهم يعني دايما ستة او راجل لما بيخشوا حياة حد بيبقى هيئة يعني بتبقى وشه حلوة عليه او يعني الشخص اللي هيخش في حياة الراجل او حياة الستة في برج الدلو هيبقى وش الخير عليه طيب معنا جيهان جيهان سأل خير سأل هانا ازاي حضرتك ملاحظة ازايك حبيبتي الحمد لله يا رب العالمي نور الشاشة ربنا يسعدك ويكرمك يا رب اكلم سابي اتفضلي فان علو يا محضرتك معاك يا حبيبتي معاك يا سابي علو يا سابي انا حبيبتي تمنتاشر اتناشر جوزي سبعتاشر اتنين عندي ابني عشرين عشرة وبنتي تسعة اتنين وابني كمان تلات عشرة بعد عشرين عشرة ايه يا جيهان بنتي تسعة اتنين وابني الصغير تلات عشرة اوكي تمنتاشر اتناشر تمنتاشر اتناشر هي برج الكوس بس هي راحة راحة الجدي شوية اوكي اخر عشرة ايام فهي عندها الدنيا عشان الجدي شوية مقصر فهتلاقي الامور زبطة عندها بس بتبقى ماشية ازاي بتوع اللي هما الكوس كوس اللي هما من واحد لعشرة اتناشر اوكي سبعتاشر اتنين سبعتاشر اتنين ده برج الدلو طبعا مرايح نحية الحوت فخلينا نقوله لا طبعا السنة دي عندهم حلوة برج الدلو عندهم مفاجآت كتيرة هتحصل لهم عندهم انتقال عندهم يعني في العمل في طلوع في العمل في جواز لو حد مش متجوز في حد عنده جواز برج الدلو السنة دي برضو من الابراج الكويسة طب عشرين عشرة عشرين عشرة ده ميزان بنت ولا ولد لا انا مش متذكرة بصراحة عشرين عشرة ده ميزان عقرب الايام اللي ما بين الميزان والعقرب بالنسبة للبرجين عندهم السنة دي طلوع وعندهم مفاجآت كتير هتحصل لهم في 2017 عندهم تغيير في الشغلة عندهم صفر كتير العقرب والميزان السنة دي وثلاثة عشرة ثلاثة عشرة ميزان اوكي برج الميزان السنة دي برج الميزان عنده شهرة يعني حتى لو هو حد في شغل عادي في حاجة هيعملها هتعلي منه هتعليه في درجة تانية اعلى بكتير هو مش متوقح ايه مجدي حاجة عم المجدي تلاتة وعشرين سبعة راجل تلاتة وعشرين سبعة راجل وعشرة اتنين منت اوكي تلاتة وعشرين سبعة ده الايام اللي ما بين السرطان والاسد خلينا نقول ان برج السرطان هيبقى مقصر عليه شوية لان هو الاول على برج الاسد اللي هو تلاتة وعشرين فالدنيا هتبقى ماشية هادية شوية بالنسبة لدامعين هو برج الاسد بس عشان هو أول عشر تيام واخد من السرطان مش هيبقى بنفس طلوع ونجاح الأسد اللي هيحصل اللي هو من يوم واحد ليوم عشر تمانية والتاني يا مكدي كم اتنين عشر اتنين عشر اتنين ده بنت بنت أوكي لا طبعا لو هو في بينهم ارتباط في بينهم طبعا توافق لأن هي برج الدلو هيبقى وشها برضو حلوة على برج الأسد اللي هو أول عشر تيام من الأسد فخلينا نقول إن في بينهم طوافق وفي عندهم هما الاتنين طلوع لأن التاني برج ناري يعني هي برج الدلو برج هوائي هتشد البرج الناري معا معانا علياء مادام عبير عبير اهلا بس عهلا بقول لحضرتك بنتي واحد وثلاثين اتنى عشر واحد وثلاثين اتناشر ياه دي مقفلة السنة اهو انا تلاتة وعشرين خمسة حاضر تلاتة وعشرين خمسة واحد وثلاثين اتناشر واحد وثلاثين اتناشر هي طبعا جدي أوكي أول عشر تيام في الجدي فخلينا نقول إن الدنيا عندها هادية مش هتبتدي تثبت قلا من شهر سبعة نص التاني بس هي دايما مترددة فلازم تتغير شوية عشان الأمور تثبت عندها لأن في عندها سعب بيبقى في عندك حاجات حلوة بس انت مش بتستغليها يعني بيبقى في عندك حاجات ممكن تقدر تستغليها وتعلي منك أوكي لكن في أشخاص ما بيعرفوش يشغلوا دمخهم ويفكروا فيها كويس أوكي وثلاثة وعشرين خمسة لا هي دي بورج الجوزاء بس هي طور جوزاء خلينا نقول إن هما اللي اتنين كبورجين كويسين الدنيا زبطت عندها أحسن من الأول بكتير الفترة الفتت طيب واحد تمانية راجل واحد تمانية ده بتاع كل مرة ولا إيه؟ لا والله مش كل مرة ولا عاجل كل حلقة بيبقى في واحد تمانية السنة واحد تمانية أه طيب عشان كده دي فكرة واحد تمانية ده أه لا واحد تمانية لا عنده مفاجأة عنده مفاجأة أول شهر اثنين ده ما كانش بعد يوم خمسة شهر واحد عنده انتقال من شغل للشغل أوكي عنده صفر كتير السنة دي هافي عنده صفر راجل الأسد كمان أكتر من ست الأسد عنده صفر كتير عنده انتقال من بيت لبيت تاني وده بيفكر فيه بقاله فترة بس الظروف ما كانتش مساعدة بس ده هيحصل لو عنده عربية هيغيرها عنده واحدة دخل حياته لأنه هو الفترة اللي كان عنده مشاكل فيه شخص جديد هيقابلها ومش واحد واحدة هيبقى وش الخير عليه يعني تبقى الشخص دي هتوش الخير عليه أوكي عنده أشخاص جديدة كتير جدا في حياته الفترة دي هو عمال يتعرف على ناس جديدة في حياته ومبسوط وعمال يقفل كل البباني القديمة بقول له خد حذرك من الناس القديمة اللي حواليك لأن هما مش زي ما انت فاكر لأنه هو عنده في 2017 هيتفاجئ بصحاب معاه في حياته ما كانوش كويسين هيتفاجئ بحاجات هو كان كويس معاه يعني معاهم هيتفاجئ بيها بأنه هما يعني فيه غدر من أصحاب لبرج الأسد في 2017 معانا نجوة السلام عليكم وعليكم السلامة ورحمة الله وبركاته زكي يا مدام هالا زكي يا نجوة كل السلام وانت طيبة وانت بالصحة والسلامة كنا اكلم للمستاذي طبعا معاك طيبا عايزة اعرفها عن برج الواحد اربعة تمانية وتمانين وتسعتاشر ادنين دا جوزي سبعة وتمانين وابني خمسة وعشرين واحد وخصوصا بقى ان الفترة اللي فاتي دي كلنا كده الدنيا بايزة عندنا بايزة جامد يعني خببتي وخصوصا الشهر يدوت فالحمد الله يعني فازل نعرف كده شاء الله بإذن الله تفعالي خير تجي دي واحد اربعة لسه كنت بقول هي حمل اوكي وجزها دلو فطبعا في فلان عندهم من اخر حداشر مش الشهر دا بس من اخر حداشر وبرج الحمل في البنات عندهم شوية مشاكل وهتثبت الشهر الجاي شوية بس هيجوا تاني من شهر اتنين لشهر ستة الدنيا هتبقى فيها يعني شوية كعبلة اه شوية كعبلة بس من شهر سبعة دنيا هتثبت عندهم جدا شوية لا تب تسعتاشر اتنين تسعتاشر اتنين لا الوضع عنده مختلف يعني هو بورج الدلو بس هو دايما ستة الحوط الحمل صوري ورجل الدلو ببقاش فيه بينهم وفاك كتير هي دايما بتعمل مجبوط بزيادة عشان ترديه اوكي فهي بتحس ان هي ده هدك عليها لان هي عارفة اللي بتنفخ فقربة المخرومة ما بتحسش ان فيه اي عائد أو ما فيش أي حاجة بتحس بيها فهي تحاسة أن هي تولي الوقت بتجري لكن هو عنده طلوع لكن هي الدنيا تضيط عندها من شهر سبع ابنها في شهر خمسة إيه فين أنا كتبتها خمسة وعشرين واحد أوكي خمسة وعشرين واحد فعلا بورجل هو برضو جادي دلو ابنها فعلا عدوهم كلهم هم التلاتة لغاية شهر مثلا الفترة الأوانية من 2016 بس بتدت تثبت لكن هو ابنها يعني متردد إنسان متردد شوية مش عارف هو عايز إيه كله شوية بيفكر في حاجة تانية مختلفة فبقوله أن أنت بطل التردد اللي فيك عشان تقدر تاخد كرار كويس طيب نطلع بريك صغير جدا ونرجع لكم دي معانا مين؟ معانا مين يا أستاذ مجدي معنا واحد عشرة راجل واحد عشرة ميزان بقوله السنة جاية عندك مفجآت كتير كل الأفكار اللي أنت كنت نرتبها لفترة كم سنة اللي فاتوا وقد الدنيا وقفة عندك هتبتدي تتنفذ بقوله خلي بالك وحرس آخر شهرين يعني فيه آخر السنة عنده خيانة أو يعني حد فيه حد هيتفق عليه في حاجة فيفكر كويس أو ياخد باله عنده طول السنة ما شاء الله حلوة جدا على برج الميزان كراجل كمان أكتر من ست الميزان عنده رطبات جديد عنده صفر كتير قوي عنده الدنيا هتبقى ماشية يعني سبحان الله ساعات ربنا بيقام سهلها لناس كده بتبقى بتبقى ماشية أمورها ماشية الحمد لله فهو برج الميزان من الأبراج اللي سنة 2017 أمورها هتبقى ماشية فيها معانا خلود ايه من المهال ازاي ازيك خلود مسألته هانا سألت طيبة الحمد لله نعمة حبيبتي يا رب علينا جميعا وعلى جميع المصريين سبعتاشر حداشر عين مولود الفجر مولود الفجر مولود الفجر خلود علا علا سبعتاشر حداشر سبعتاشر حداشر هي برج العقرب بس رحها ناحية الميزان الأصولي الكوس شوية الدنيا هتثبت عندها من بعد شهر ثلاثة اوكي لان هي رحها ناحية الكوس لان العقرب العقرب كعقرب هيثبت من أول شهر سبعة مع الدنيا لكن هي عشان رحها ناحية الكوس شوية فالدنيا من بعد شهر ثلاثة هتثبت عندها عندها ارتباق جديد عندها شغل اللي هي فيها تسيمه ورحها شغل جديد عندها منافسة في شغله وهي اللي هتفوز وتنجح هي كتبتفكر يعني كتعاملة خطة معينة الفترة اللي فاتت بس كتالدنيا وقفة عندها شوية الدنيا هتزبط والأمور هتمشي عندها حد جديد في حياتها يبقى وش الخير عليها لأنها رحها ناحية البرج الكوس فعندها رتبق جديد وعندها حياة جديدة لأنها السنة دي بدت ظهرها لكل الحاجات القديمة واخد قرارات حاسمة فإنها هتتغير لا طبعا هي عقرب وخوس فالتنين طب 11-13 راجل 11-13 راجل ده برج الحوت برج الحوت في الراجل تحس إن هو رزين كده يعني بيقعد يفكر وبيتأخر في التفكير الدنيا بقولها مش هتزبط معاهم غير هما كان عندهم 3 سنين فيها مشاكل فالفترة الجاية هما أول نص الأولين من السنة المشاكل دي هتتحل بس على 6 شهور 7 شهور المشاكل دي هتتبدي تحل step by step كده كل شوية في حاجة هتتحل لغاية لما يجوا شهر 7 مش هيلقوا المشاكل دي عندهم خالص من بعد شهر 7 بقى شغل جديد حياة جديدة مع ناس قديمة كانوا موجودين في حياتهم وعندهم يعني آخر 4-5 شهور الدنيا هتزبط عندهم أكتر في حد تاني ما جديد اوه مرباشا ما قلناه لا ركز معايا أنا عارضة عشان أنا مش مركزة تيجي نكمل موضوع برج الأبراج النارية اه يا ريت احنا قلنا الأبراج النارية وقلنا الأبراج الهوائية اه نيجي عند الأبراج الترابية اللي هو العزراء والدالو الأصول العزراء والجدي والطور بالنسبة للجدي الدنيا هادية عنده شوية آخر السنة أحسن احسن برج فيهم اللي عنده طلوع هو الطور العزراء الدنيا هتزبط عنده بس الخطة اللي هو عاملها ماشية ستب بس تب بس أموره ماشية اوكي هو الجدي بس اللي عندهم مش حلو لكن الطور أموره ماشية الحمد لله جدا والعزراء شوية بشوية بس النص التاني أحسن من النص الأولين نيجي للأبراج المائية بقى اللي هو الحوت والسلطان والعقرب أحسنهم طبعا العقرب اوكي اللي أموره ماشية الحوت الدنيا هتزبط معهم النص التاني السلطان هو تفكيره هو يعني الدنيا ماشية والدنيا حلوة عنده بس تفكيره هو على حسب هو ده اللي هيوجهه لأن في ناس ساعات بيبقى المفروض أنها مثلا أمورها ماشية والدنيا حلوة بس هم اللي دمخهم مش مخلياهم ياخدوا القرار السليم فبيتأخروا على الناس تانية يعني ممكن يبقوا اتنين برج السلطان وواحد أموره ماشية جدا وواحد أموره ده بيبقى سوق تفكير من الشخص اللي مش عارف يجري زي السلطان التاني فبقوله يعني أنه يفكر بطريقة أحسن من كده يحاول يطور من نفسه طيب معنا وفاء أستاذ هيلة إزاي حضرتك إزايك يا وفاء كل سنة وحضرتك طيبة أنا كنت عايزة بس أستاذنا سيبي عايزة أعرف زوجي وأنا زوجي 17-11 سنة 76 وأنا 10-7 سنة 80 وأولادي 24-8-2005 و12-10-2008 أيها 24-8 كلومي 3 أولاد ربنا يخليهم لك الله يخليك يا حبيت قلبي والولد الأخير 24-8-2011 طب فيه ولدين اللي سواقعوا منك لا أنا 24-8 24-8-2005 سيف الدين و12-10-2005 أحمد وآدم 24-8 28-8-2011 8 18 مش سيء أو يأمر مش سيء لا عفو حبيبتي محب 17-11 هي ده جزهة لأ هي 17-11 ده جزهة مش هي هي أت أول واحدة جزهة طب أوكي طيب تمام أوكي هو عنده طلوع آه لأن هي اللي في 7 هي 10-7 هي 10-7 أوكي هو جزهة عنده طلوع وعنده حياة جديدة الفترة الجاية والخطة اللي كان عاملها أو الشغل الجديد اللي اتبدأ فيه في 2016 هيظهر نتائجه في 2017 بنجاح وفي سفر عنده كتير هي بالنسبة لها الحياة ماشية هو عقرب أوكي هي بقى 10-7 الدنيا ماشية عندها شوية واحدة واحدة يعني بس بقيت العيلة عندها ولادها كلهم ما شاء الله عليها من هم في شهر 8 وعشرة وعشرة وحداشرة كلهم الدنيا زبطة عندهم يعني هي بس هي اللي مركزة زيادة عن اللزوم معاهم فنسي نفسها فهتلاقي هي الأمور عندها مش ماشية مظبوطة لأن هي فيه دوشة عندها هي بيبقى مركزة دايما لأن ستة السرطان دايما بتبقى مركزة مع ولادها وهي دايما بتحب بتتعامل مع بتحب أولاد أولاد الولاد أكتر من البنات ستة السرطان دايما الأبراج المائية في الستات بيحبوا خلفة الولاد أكتر من البنات فتلاقي التعامل معاهم مركزة بزيادة قوي معاهم زيادة عن اللزوم فهي كل البيت عندها ما شاء الله كويس جزها ولدها عندهم طلوع عندهم حياتهم ماشية الأمور في نجاح في تفوق لكن هي بالنسبة لها هي الدنيا ماشية بالراحة عندها 17-9 راجل 17-9 ده برج العزراء بس هو آخره عنده شغل جديد أكتر من شغل كمان يعني برج العزراء عنده أكتر من حاجة هتفتح عنده وهيبقى مركز في كل الحاجات دات لأنه هو الفترة الأخيرة مركز عملين أكتر عنده منتقال من بيت لبيت أوكي ده إذا ما كانش حصل قردي في 2016 لبرج العزراء عنده في 2017 سفر في النص التاني سفر كتير أو هيتارد عليها عرض خارج البلد اللي هو عيش فيها عنده الشغل الجديد اللي هيتارد عليه هيبقى نقلة بالنسباله هو مش ما كانش مستنيها حتى ولا بيفكر فيها عنده طلوة عنده حياة حلوة في 2017 معنا ألاء يا ألاء ألوة أيوة أيوة أستاذي الحمد لله تمام أيوة 13-5 مين فتن؟ 13-5 13-5 حاطر 13-5 برج التور أوكي الفترة الفاتت برج التور كانت الأمور عنده هادية شوية كانوا بقلو سلاتين الدنيا مش زبطة عنده خالص خصوصا كمان الستات الفترة الجاية عنده الأمور مشية بس هما ما بقاش يعني هما يحاولوا يفكروا كويس لأنه هما الفترة اللي فاتت بعدوا عن ناس كتير جدا في حياتهم كانوا عندهم شوية مشاكل أو هما ما بقاش عندهم ثقة فيهم فالناس الجديدة اللي دخلوها في حياتهم أو اللي هما دخلين في حياتهم فيها هيبقى وشهم حلوة عليهم لأنه هما هيفتحوا لهم ثقة وهيفتحوا لهم شغل كتير الفترة الجاية اه ايه ما جدي قلت 27-12 راجل 27-12 برج الجادي بس هو واخد من الكوس شوية لا برج الجادي عنده في الراجل الدنيا زبطة عندهم الفترة الجاية يعني عنده انتقال من شغل لشغل وممكن يكون الشغل برضو فيه سفر كتير أو هياخد أو هيروح شغل خارج البلد اللي هو فيها بالنسبة الراجل الجادي أمره أحسن من من ستة الجادي في حال يغشي حظوكم باين مين هم العرب هم هم الانين مجي معتصم 11-12 و12-12 عندهم عروض حلوة وعندهم شغل حلوة عندك عروض حلوة بس في مشكلة عندهم بس أنهم عندهم سر في حياتهم هيتعرف سر الكنز المفقود وأنا أقول يا ربي أنتوا اللي دين وراكم حاجة مش طبيعي بس بفتكرون يا جماعة ها عندهم سفر برا مصر أه عندكم سفر برا مصر فين دبي ولا الخرطوم دول يروح الخرطوم لأ عندهم سفر وعندهم نجاح عندهم خطة هما بيفطلوا فيها أو تحديات هما مقررنها وده هينفزوه السر في الآخر أنا زابط سابقا 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 مشكورة جدا جدا عندتينا جرع التفاقل حلوة طب عموما بالنسبة لمصر شايفة ايه في 2017 يعني يعني الدنيا سابقا مثلاً مثلاً يعني ناس عنادية ده بيبقى راجع للبيئة اللي هما تربوا فيها الزبت وتربوا زي هما صغيرين لكن أصلاً ناس تانية في نفس البرج تلاقي التعامل معهم ظريف جداً ونفيش أي مشاكل زي ما انت قلت قبل كده الناس لازم تغير تفكيرها من وقت للتاني صح تحقيقاً ما هو ده مهانا لو في دل... ما لهاش ضعب سنة على فكرة خالص خالص يعني بسي أنا بيعجبني قوي إن في ناس في بيوتها كل شهرين تلاتة تجيب الكنبة دي هنا وتجيب الكرسي لهناك ودي على فكرة حاجات بتساعد الإنسان إنه تبقى طاقة سلبية في البيت هي بتغيرها من غير ما تقصد بالزبت بالزبت والناس تتفائل وإن شاء الله يا رب العالمين ما هو لازم نتعب عشان نوصل لهذا في حنا عايزنا حتى لو أي حد عنده مشكلة أو عنده حاجة وحشة وهو المشكلة ديت هو متفائل إن ربنا هيحلهله أو إن شاء الله هتتحل على فكرة لكن لو هي المشكلة ديت هو متشائم ومش هتتحل على فكرة حتى لو إيه مش هتتحل إن هو قافل قافل كل حاجة إنها تتحل تفاعلوا بالخير تجدوا دي حقيقة إن شاء الله وكلنا متفاعلين بالخير إن شاء الله وكلنا بإذن الله وصلاة خير إن شاء الله إن شاء الله بإذنك يا رب مرسي يا سابي يا حبيبة قلبية عبناكي معلش مرسي كل ساون طيبة إن شاء الله ساون 2017 بتبقى حلو عليك مجبتليش أي شجرة أي كريسماس إن شاء الله لا يا سابي كده مش حلو مخبية هو ده بقى السر أيوة نروح لوقتي الحسر حسولة ونشوف عملنا إن عارض موسيقى موسيقى